أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمداء الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى أنه بالأول لرئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة العمل على دعم الخطط والبرامج الرامية إلى الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكفاءات الشابة وصقل مهاراتهم وترسيق مفهوم القيادة والابتكار لديهم بما يخدم أهداف التنمية المستدامة المنشودة وأشار سموه لأن مملكة الوحرين وفي ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة تحرص على الاستثمار في الطاقات الشابة الواعدة وتنمية مواهبهم وقدراتهم كونهم المحرك الرئيس للارتقاء بالمجتمع وبناء مستقبل الوطن المشرق جاء ذلك لدى لقاء سموه مع منتسبي الدفعة الثالثة من برنامج الناب الأول لتنمية الكوادر الوطنية والقائمين عليه في قصر الإقضابية اليوم حيث طلع سموه على تجاربهم في البرنامج والمشاريع التي يعملون عليها وأثنى سموه على ما أبدوه من التزام ومسؤولية في الإفاء بمتطلبات البرنامج وتطوير قدراتهم لافتا سموه لأن مثل هذه البرامج من شانها أن تثري تجارب الشباب لفهم مختلف جوانب العمل الحكومي واصق لمهاراتهم الإدارية والقيادية بما يسهم في تطوير مستوى الأداء الحكومي وتعزيز التنافسية والإنتاجية منوها سموه بجهود القائمين على هذا البرنامج وتحقيق أهدافه وفق منهجية متكاملة تخدم العمل الحكومي وتسهم في تحسين جودته وأدائه بمعايير عالية المستوى من جانب معربة منتسبة البرنامج عن شكرهم وتقديرهم للقاء سموه والاستماع لتوجيهاته وما يحظون به من متابعة ودعم سموه في إطار البرنامج مؤكدين على ما يشكله البرنامج من تجربة نوعية لتطوير أدائه بالمهني وأسهامه في تحفيزهم ونقل خبراتهم إلى مواقع عملهم خدمة للوطن هذا ويعتبر برنامج الناب الأول لتنمية الكوادر الوطنية فرصة مهمة لجميع منتسبي الجهات الحكومية من فئة الشباب حيث يمكنهم من مواكبة التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية عبر سلسلة مكثفة من الدورات التأهيلية والإرشادية والتدريبية واصق للكفاءات الشبابية من خلال العمل مع كبار المسؤولين وأصحاب القرار بما ينمي قدراتهم ومهاراتهم اشتركوا في القناة